في العيادة شهرة حقنات البوتوكس تعود إلى دورها الكبير في الحد من تجعيد الوجه التي تظهر مع التقدم في السن وهذا الإجراء الذي يستهدف بالدرجة الأولى تجعيد الجبهة وجانب العينين يعد آمنا جدا وليست له أثار جانبية لكن بعض الأطباء يحذرون من حقن البوتوكس بشكل دائم خصوصا في أماكن غير صحية في الوجه أو الرقبة لأن ذلك قد يعطي نتيجة عكسية كما أنه قد يضرب الأعصاب الموجودة في الوجه وعلى عكس الإجراءات التجميلية الأخرى فإن حقنات البوتوكس تتم بدون تخدير ويمكن أن تستمر فعليتها لمدة ستة أشهر أو أكثر وهي أصبحت الإجراءة الأكثر جذبا للنساء والرجال على حد سواء دعونا نرحب بضيفنا من دبي اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل في مركز زوء وبعجي الدكتور محمد الفيومي صباح الخير دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك معنا حقن البوتوكس اليوم ربما من أكثر التدخلات شهرة وانتشارا بين السيدات تحديدا بداية ما هي هذه المادة؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين طبعا زي ما حدريتيك ذكرت يعتبر إجراء حقن البوتوكس من دم من أكثر الحاجات المشهورة دلوقتي عالميا مادة البوتوكس باختصار هي عبارة عن مادة بتمنع أو بتحد من الإشارات العصبية اللي موجودة في نهاية الأطراف العصبية وبالتالي بيؤدي لعدم انقباض العضلات وبالتالي بشكل مباشر بتأدي إلى علاج أو اختفاء التجعيد الموجودة وبنقصد بالتجعيد هنا ونحط خطة تحت النقطة ديت هي عبارة عن التجعيد التعبيرية التجعيد التعبيرية اللي هي بتظهر نتيجة الإكسبريشن أو نتيجة التعبيرات أو بنسميها التجعيد المتحركة لأن ممكن يحصل تجعيد سبتة في البشرة ما بيأثرش فيها مادة البوتوكس طيب دكتور محمد من يحتاج عادة لحقن البوتوكس بأي عمر يمكن أن يلجأ الشخص إلى حقنها في الحياة ما فيش عمر محدد لكن جارة العادة نحن نقول في نهاية العشرينيات أو بداية التلاتينات نقدر نحقن البوتوكس لكن ممكن في عمر أقل من العمر دوت نستعمل مادة البوتوكس خاصة لو في عامل وراسي بيؤدي لوراثة عضلات قوية وبالتالي التجعيد بتظهر بشكل واضح أو لو في ضعف في النظر مثلا بيكون في تجعيد قوية بين العينتين وبالتالي ده بنتدخل في إجراء البوتوكس بشكل بدري في الحياة فيه حاجات تانية أو فيه استعمالات تانية لمادة البوتوكس كمان بالذات زيادة التعرق تحت الإبتين أو في اليدين أو حتى في القضمين نقدر نستعمل البوتوكس بشكل تجميل كمان في السموكرس لاين أو العلامات اللي بتكون موجودة حوالين الشفة ممكن نقدر نستعمل البوتوكس في تجميل الجو لاين أو منطقة الفت فيه استعمالات كتير أول البوتوكس البعض بيقول حتى ممكن استخدام البوتوكس كإجراء وقاء اليوم يعني قبل ما تظهر التجعيد يتم حقن البوتوكس ببعض الأماكن وذلك لتأخير الشيخوخة أو ظهورها على الأقل ما رأيك بذلك؟ بالفعل كنا الأول كان بعض الناس بتعتقد أن البوتوكس بس يعتبر إجراء تجميلي لندرك به التجعيد وخلاص بحيث أنه بس أكنه ميك أب فترة طويلة في الحقيقة الكلام ده فعلا أثبت علميا أنه لما بنيجي نحقن البوتوكس بشكل منتظم كل ستة شهور وبالتحديد في فترة قريبة من العمر في نهاية العشرينات أو بداية التلاتينات التجعيد بتقل مع الوقت لأن سمك العضلة وكسافة العضلة بتبتدي تقل لأن بيحصل لها سابريشن أو تاثبيت بشكل منتظم وبالتالي التجعيد مع الوقت بتبتدي تقل لذلك في الأيام دات بنقدر نعتبر أن البوتوكس حاجة أنتي إجنج أو مضادة للشيخوخة طيب دكتور شو هي الإجراءات اليوم التي يجب اتباعها لحقن البوتوكس والتأكد من نجاحه بأي مناطق بالوجه تحديدا زي ما قلنا أشهر مكان هو حوالين العينين في الجبهة بين العينتين يعني دي أكتر أماكن حقن البوتوكس الإجراء بيكون بسيط جدا مع الطبيب الماهر ما بياخدش حوالي خمس دقائق أو عشر دقائق في العادي أنا شخصيا ما بستعملش مخدر موضعي يمكن بعد إجراء البوتوكس في تعليمات معينة بننصح بيها بعض العينين أولا لازم ما يوطيش أو ما يستلقيش على ظهره لفترة حوالي أربع ساعات مفروض يمارس حركة بالعينين أو يمارس إكسبريشا معين كده لمدة الأربع ساعات يفضل بقدر الإمكان عدم التعرض للسونة أو الحمام المغربي أو الهوى الساخن لمدة حوالي ثلاث أيام كل الإجراءات دا بتأدي لنجاح البوتوكس البوتوكس في الحقيقة بيقعد من حوالي أربع شهور لست شهور بشكل ناجح طبعا حسب اللايف ستايل لو فيه رياضة عنيفة لو فيه إكسبريشا عنيف البوتوكس ما بيقعدش فترة طويلة كمان لازم نعرف دي نقطة مهمة جدا أن بعض المرضى بيشتكوا أو بعض الحالات بتشتك أن البوتوكس ما بيقعدش فترة طويلة يمكن فيه عدة عوامل بتأديل كده أولهم زي ما قلنا نوع البوتوكس اللي بتحقن تاني حاجة الكمية اللي بتتحقن تالت حاجة اللايف ستايل بتاع العيان ذات نفسه كل دا بيأثر على فترة البوتوكس لكن هو في العادة احنا بنقول بيقعد في الأفريش بيقعد بنحاولي ثلاث شهور لست شهور طيب دكتور عندما نتحدث عن البوتوكس ما فينا ما نتحدث عن الفرر يعني عادة هول المادتين بوتوكس وفرر بيجروا مع بعض ما الفرق بينهما وبأماكن الحقن تمام في الحقيقة في خلط فعلا بيحصل بين الفرر والبوتوكس زي ما قلنا الفلر بنستعمله في علاج التجعيد المتحركة أو التجعيد التعبيرية يعني فيه علامات بتظهر أثناء الضحكة وأثناء التكشير أو رفع الحواجب ده هنا بنستعمله البوتوكس من لي أو بشكل محدد بيكون حوالين العينين أو في الجبهة أو بين العينين هي دي أماكن حقن البوتوكس أما بالنسبة للفلر فباختصار بنسمع الفلر أو المادة التعبئة فدي مادة بتستعمل لتعبئة الوجه ممكن يكون الخدود ممكن تكون الشفايف ممكن يكون السمايل لاينز يعني نقدر نقول إن البوتوكس بيستعمل في التجعيد المتحركة أما الفلر بيستعمل في التجعيد السبتة نقطة مهمة كمان معلش يمكن أتطرق لها لأن زايدت الأيام ديت الكوفيد فاكسين مع الفلر ومع البوتوكس هل فيه تأثير بشكل مباشر؟ في الحقيقة بالنسبة للبوتوكس ما فيش تأثير أو ما فيش حالات سجلت إن فيها مشاكل مع استعمال الفاكسين بالنسبة للفرر لأ في بعض الحالات سجلت من حوالي 3 حالات من 30 ألف حالة لازم بس نطمن الناس هنا إن داخل الدولة نوع الفاكسين اللي استعمل وعمل المشاكل ديت هو مش موجود داخل الدولة هو فاكسين المديرنا النقطة الثانية عدد الحالات كانت عدد هؤلية جداً 3 حالات من 30 ألف حالة النقطة الأخيرة إن شاء شيء متوقع لأن أي فاكسين لأي فاكسين حتى الفاكسينات بتاعت الإنفلوانزة المسيمية ممكن بتسبب استصارة في الجهاز المناعي وبالتالي بيحصل بعض الأثار الجانبية يعني ممكن يحصل ورم خفيف إحمرار خفيف في أماكن حدوث الفلر وزي ما قلنا دي حالات قليلة جداً 3 حالات من 30 ألف حالة لسجلت وكمان حتى لو حصلت أو حدثت فبيحصل تحسن بدون أي داخل طبي في خلال أيام أو في خلال ساعات فلازم نطمن الناس أن ما فيش تعارض مع الكوفيد فاكسين مع الفيلر أو مع البوتوكس جيد أنك أشرت إلى هذا النقطة لأن كان فيه الكثير من التقارير بالعديد من المجلات العالمية عن تأثير اللقاحات بعض اللقاحات ذكرت لقاح مودرنة اليوم على الفيلر وكان فيه خشي عند الكثير من الناس دكتور أهمية اليوم أن يذهب الشخص إلى طبيب مختص اليوم فيه كثير من عيادات يمكن غير ملخصة أو سالونات تجميل بتقوم تحقن البوتوكس باعتبار أنه إجراء بسيط جدا أهمية التنبؤ لهذا النقطة تحديدا في الحقيقة البوتوكس زي ما قلنا لو اتعامل بشكل كويس وبشكل احترافي ما يلوش أي مشاكل ما يلوش أي أثار جانبية طول ما هو يتعامل بشكل احترافي المشكلة زي ما حضرتك تطرقتي أن الذهاب إلى الصالونات أو الذهاب لحد غير متخصص في حاجة زي كده ممكن يؤدي المشاكل أبرزها سقوط الجفون أو سقوط الحواجب أي نعم هي دي بتكون حالات مؤقتة بتستمر أربع أسابيع أو ست أسابيع وبعدين بيحصل تحسن لكن إحنا فغينا عنها عايزين نعمل حاجة مفروض نعملها مظبوط عايزين نعمل شيء عايزين نعمل البوتوكس علشان نحصل منه النتيجة الكويسة مفروض ندور على طبيب ثقة طبيب خبرة بحيث أنه يقدر هو المشكلة مش في الحقن المشكلة إزاي أعالج أي كومبليكيشن أو أي أثار جانبية أو أي مضعفات تحصل نتيجة حقن ندّة البوتوكس ما أعتقدش أن لها أثار جانبية كتير ما أعتقدش أن لها مشاكل خالص طول ما هي تتعملت بشكل احترافي نقطة مهمة كمان لازم نعرف نوع المادة اللي بتتحقن نوع البوتوكس ما اسمها هل هو بوتوكس معروف هل هو بوتوكس غير معروف لأنه دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية كمان قد إيه بتتحقن لنا مش معنا أن أنا أروح أحياء نقول لني فيه تخفضات كتير وفيه أسعار كتير بتتقال في السوق دلوقتي أفرات وتخفضات اللي طلبوا من أي مراجعة لأي عيادة تعرف نقطة مهمين جدا النوع البوتوكس اللي بتتحقن لها قد إيه من اليونس أو قد إيه من الوحدات بتتحقن لها لأن دي نقطة مهمة جدا واللي بتميز بوتوكس أو نتيجة بوتوكس على نتيجة بوتوكس تانية فعلا هيدا نقطة مهمة جدا وكتير من السيدات بيشعروا بالحية أو بالخجل من أنه يطرحوا هيك سؤال ولكن ضروري اليوم أنه نعرف ما هي المادة والكمية أيضا شكرا جزيلا لك من دبي اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل في مركز زوء باجي الدكتور محمد الفيومي ويومك سعيد